صباحاً خير. صباحاً نور. بديعب نشاط أكثر. صباحاً خير. صباحاً نور. اليوم درسنا هيكون عن مراحل حياتنا نحن كإنسان. هلأ نحن نبدأ بالقاعدة الأساسية للإنسان اللي هي حياته الطفولية. فنحن متى ما بننا القاعدة الأساسية للإنسان نحن بلشنا نبني بناء الصحيح. تمام؟ هلأ من أي عمر لأي عمر تنتد مرحلة الطفولة. مين بيقلي؟ من أنا وعمر لأي عمر. من الأشهر الأولى لسن البلوك لهي سن 18 سنة. تمام؟ هلأ نحن لأنه كثير نحن نهتم بالطفل بهاي القاعدة الأساسية تبعنا فنحن عمنا حقوق. مين بيقلي؟ بعض الحقوق اللي نحن لازم نتمتع فيها أو لازم تكون إننا نحن كطفولة. فضلي أنفس. حق المساوة بين الزكرة والأنسة. ممتاز حق المساوة بين الزكرة والأنسة كمان. أنا أعيش في أسرة. أنا أعيش في أسرة. حق التعليم. حق التعليم. أريان. حق الشوكما شو شو من حقوق أنت أبسط حقوق إليك. حق اللعب. حق اللعب. برافو. حرية. حق الحرية. رؤى شو في بالك حقوق من حقوق أنت. حق التعليم. حق اللعب. حق المساوة. حق أن أعيش في حياة آمنة. تمام؟ فنحن مشان هدول الحقوق عملنا نحن كفعاليات إنسانية أو منظمات دولية حتى الكتب السماوية. هي مشت على هذا الموضوع. فنحن عملنا يوم عالمي لحقوق الطفل. مين يعرف إنت يوم العالمي حقوق الطفل؟ حدا عنده فكرة؟ لا. عشرين تشرين الثاني. تمام؟ فنحن رح نعمل اليوم تصميم لحقوق الطفل. تمام؟ حلق ما يعني كلمة تصميم؟ هو ابتكار. ابتكار أو اختراع شي نحن من ذاتنا. تمام؟ بس نحن بالتصميم لازم نراعي نقاط معينة. نقاط معينة. أول شي أنا لمي. ما أريد أن أصميم؟ هو إعلان؟ هل هو تصميم لكل ملابس؟ فنحن نقاط معينة تصميم إعلان. تمام؟ بتصميم الإعلان أنا لازم أهم شي ركز على مبدأ الإعلان. إن أنا شو عم تصوي أو شو عم أعلن؟ إذا كنت أعلم مثلا تصميم مثلا لعيد المعلم أو عيد المعلم أو حسب الفكرة أو الشي اللي بالي أنا ممكن أصوق له. ممكن يكون كتابة. ممكن يكون أنا أصوق له بطريقة الرسم أو التعبير عن الحال اللي أنا بدي أعبر عنه أو الشغل اللي بدي أنا أصممه. ففي عندي أنا بعض اللوحات بتعبر عن هذا الموضوع. هو اليوم عنا تصميم إعلان لنين؟ حقوق. للطفل أو لحقوق الطفل. فعننا دول أطفال العالم. تمام؟ كل طفل شو يميز؟ دولة؟ دولة. دولة من الدولة. يعني مثلا بقلك مثلا هذا الزي؟ الهند. الهند تمام؟ مثلا هذا الزي؟ أمريكا. أمريكا لأنه لابس لبس مثل لعاعات البقار تمام؟ فكل طفل بيعبر عن شو؟ يعبر عن دولة. رح نأخذ فكرة ثانية؟ هلأ في عنا هاي بتعبر عن حقوق الطفل. مين بقي اللي شو في موجود الحقوق الطفل؟ محمد؟ هاي شو؟ حرية التعبير. حرية التعبير. هاي شو؟ عملت سيئة تعنيف يعني وشو؟ تبعهم العنف ضد الأطفال. نحن لازم ما لازم نعنى في الأطفال. هاي شو؟ صحة. صحة. تمام؟ هلا في عندي كمان هون عمين بس حق واحد اللي هو؟ حقي أن ألعبوا استمتاع بأوقات فراغي. برافو حقي أن ألعبوا استمتاع بأوقات فراغي. تمام؟ ها أرجعهم كمان بعض الحقوق نحن لازم نقدم للطفل. هيتعبر عن شو؟ حقوق أي حق؟ سلام. موكد السلام غيره. أنه هنه شو عم يعملوا؟ عم يلعبوا. حقي أن ألعبوا. تمام؟ هلا في عندي كمان هاي لوحة كمان هو التصميم لحقوق الطفل أو إعلان عن حقوق الطفل. أول شي نحن كتبنا في بوس فوق شو هو التصميم عن حقوق الطفل. حطينا لكل طفل حق فيه هذول الشغلات اللي هي حق التعليم و التعليم و التعليم. برافو. هلا في عندي كمان أنا تلاحظوا أنا تماظج الألوان أنه هو كل كف حطينا عنه دائرة. يعني كأنه كل طفل عم يحكي عن دائرته أو عن دائرة اهتمامه. تمام؟ ففي عندي مثل أورانج هو التعليم حاب التعليم. الأصفر حق شو؟ الحياة والعجم. برافو. تمام؟ ممكن نحن نكتب تحت المنظمة اللي عم ترعى هذا التصميم. تمام؟ هلأ في عندي كمان هذول الأطفال إنه هون شو بتعبير هلأ كل واحد بلون يعني شو؟ على عنصرية؟ على عنصرية أو التمييز نحن ما لازم نمييز بين طفل أبيض وطفل أسود. تمام؟ فنحن ما بغض النظر عن الألوان نحن نعضي الطفل حقه كطفل بغض النظر عن دينه عن طائفته عن أي شيء كان. تمام؟ فهو طفل بدنا ما بيننا الطفل ببناء صحيح نحن مشينا على الطريق الصحيح. حياة. من حقي شو؟ حياة حياة. من حقي الحياة إنه هن الأطفال عم يلعبوا. تمام؟ هاي كمان هاي حقي شو؟ العائلة العائلة. العائلة تمام؟ عبرنا نحن بالرسمة كتبنا البعض اللي نحن لازم نكتبه أو بيدل على الإعلان. وكمان كتبنا نحن الهيئة أو المنظمة اللي عم ترعى هذا الحق أو عم ترعى هذا التصميم. تمام؟ نحن هدول الحقوق مجموعة الحقوق متى ما نظمناها. هل أنا مو معقول أعطي كل الوقت تلعب. صح من حقك. صح من حقك تتعلم. لكن أنا هدول وقت أعطي حق التعليم وحق الرياضة وحق الترفيه وحق الأسرة واحدة بيبنا عندي طفل سليم. بلشنا بالقاعدة الأساسية لبناء الهرم. صلع معنا الهرم متكامل. متى ما صار خلخلة بالهرم معتوا نحن شو صار عنا؟ اختل التوازن. اختل التوازن تبع هذا الهرم. تمام؟ اختل التوازن تبع هذا الهرم. بتصير البناء مزابد يعني نحن بلشنا بالطفل متى ما بنينا صح بنينا مشتمع صح. تمام؟ مثل ما اننا نحن واجبنا ككبار او نحن كاطفال كبار. في عنا اطفال اخواتنا الصغار او رفقاتنا بالمدرسة. فنحن وقت نشوف هذا الطفل نقدم له احتياجاته الأساسية. ممكن نأمل له الرعاية. ممكن نشوف طفل بالطريق. ممكن اطعو الطريق. أمل له الأمان. تمام؟ ونحن ككبار كامهات مثلا او كمعلمات. فنحن لازم ننظم هدول مثلنا خصة الرياضة رياضة. خصة الموسيقى موسيقى. اعطينا الطفل لك اعطيناك كل حق وقت المناسب. ليس معقول ان الوقت اللعب يأتي بالدرس. ليس معقول ان انا وقت درس بروح لعب. تمام؟ لازم انا ننظم وقتي. متى ما نظمت عملت برنامج للي. معده انا ماشي على الطريق الصحيح. ما اهدرت ولا حق من حقوقي. وما اضغضت على اي حق من حقوقي. بنفس الوقت. انا طلعت بالبناء الصحيح. في حد عند اي سؤال؟ بدي ممكن هلا. كل واحد يسممي تصميم من خياله لحقوق الطفل. ممكن يكون حق واحد او عدد حقوق. في حد عند اي سؤال؟ لا. يلا انسي نبليش. بس اهم شي بالتصميم انسي. اول شي انا. الفكرة اللي عم اعلن عنا. تاني شي انا. تاني شي. الكتابة. او التصميم الذي انا روج له. او انا بينه. والالوان اهم شي كمان في عنا فكرة الالوان. اختار الوان مناسبة للموضوع. برابو. بس بدي كل واحد يعمل تصميم مختلف عن الثاني انسي. برابو اريان. اهم شي انا بختار الوان متناسبة مع بعض البعض. وتلفت نظر اي حدا من الماره. انه انا عم بعمل تصميم هو اعلان. الاعلان لازم انت تلفت نظر الناس اللي حوالك. يا ابو. حدا عنده سؤال انسي. حدا ناقصه شيء الوان. براو. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. هلا ممكن ان ارسم رسم بسيط يعني مثل موجود باللوحات انه هو عبارة عن شكل مبسط لشكل الطفل. لا تكون شكل واقعي وفي كثير تفاصيل. ممكن نعمل تفاصيل فهي ترجع لالك. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. حالو هلا هو تعبيري يعني كان شكل مبسط عادي انت شايف تصميم اللي ادانك هو شكل مبسط كثير. فبالعكس كلما كان البساطة حلوي كمان. المهم من انتي تصميمك تعبري عالموضوع اللي انتي بدك يا. يفعلو براغو رؤى يفعلو براغو صديقنا هون عمل لوحة عن حق من حق الطفل حق واحد وما حبي يعمل كذا حق حق واحد عمد مين بيقلي شو هاد الحق لا انت لا خليك بسوف بقاتك شو وصلت لانسي حق العيش في اسره تمام كيف عرصي انه هوا حق العيش في اسره واحدة انه هن نعينا واحدة ابو ام معهم طفلين تمام ذكروا انسا فهو ما في فرق بين انسا تمام كتير حلو برافو هلا عرفينا هون نسا ما خلصت الوانه بس نحن عم ناخد خطوات اولية كيف بلشنا بقى بالشغل بالعمل هل حان جزء الانسي راح نشكنا جمعه اخرى من اعمال اطفاني هلا في عنا صديقنا محمد عمل هاي اللوحه نحن ما اطرقنا الى شوي بالشرح بس هو حلو في انه هو فكر بشي جديد نحن ما حكينا عنه هو نحن كل ما اختلفنا عن بعض بالافكار نحن بوصلنا لمرحل الابداع تمام فهي اللوحه بتعبر عنه شو هل تعلم عن تعلم بس هاد الطفل شو الو حالة خاصة شو دعو هاد الطفل مقعد مقعد من زوي الاحدياجات الخاصة تمام فانه التعليم هو حق لكل الطفل شو ما كانت حالته صحية تمام فبما انه هو انسان الو حالة خاصة فهو اكد في الو دور خاصة في الو مدارس خاصة ونحن كمان اكيد ما حنفرق بين طفل سليم وطفل عنده حالة خاصة تمام تمام انسي حبيتنا اللوحه اليوم ايه حبيتو رفقنا ايه حبيتو رفقنا ايه حالة في عنا كمان لوحة رفقنا رفقتنا اريام مين بيح مين بيقلي شو هاد الحق حق شو فضل انسي لعب حق اللعب تمام طفلين هنن مين شو بيقلي مي بيقلي شو في موجود باللوحة طفلين عبارة عن ماذا انسي فضلي انسي يعني عم يلعبوا يعني طفلين بتشو هنن ذكر وانسا تمام عم يلعبوا بيتلي او حديقة او بمكان خاص للعب الاطفال مو مول انا اللعب بالشارع مترح ما يكون في السيارات وكون في مارة وكون في فقال هاد بكون ازا وكتير في بسبب لي مثلا حوادث سير ممكن انا بتأزا تمام ففي اماكن خاصة نحن نلعب فيها كاطفال صح من حقي ان العب في مكان خاصة اللعبي انا كطفل تمام خلاثي عنا كمان الفئة نارو اه كمان عملت انو الطفل هذا شو عم يعمل فضلي انسي عم يلعب بس شو عم يلعب بشو بكعبات في احرف انه هو عم يلعب مركب كلمة من المكعبات يعني هو جمع بين شغلتين اللي هي التعليم واللعب هاي طريقة اصلا الطريقة البرغماتية يعني هي اكثر شي بتعلموها برياض الاطفال بالمرحل الدنيا مثلا من الاول للرابع فهي اسرع طريقة لفهم الطفل للمادة التعليمية فهو متى ما نحن مزجد الشغلتين يحببين لدى الطفل اللي هي التعليم واللعب بس طريقة منظمة فهو تطلع عندي عم يلعب بالمكعبات ونفس الوقت هو يشكل كلمة تمام كتير حلو ذكرة كتير حلوة بتشكركم حبينا الدرس اليوم هلا اليوم حنا درسنا ما ما خلصنا الوان لانه وشو الوقت ما ديق حنكملها بالدرس القاضي بس حبينا الدرس اليوم تعرفنا شو تعرفنا شو اهم الشي النقاط تعرفنا عليها اللي هي حقوقنا الثاني شغلة تنظيم وقتنا ببرنامج محدد لهذه الحقوق حبينا الدرس اليوم يعطيكم ارفع في انسي بتشكركم بتشكر حضوركم شكرا انسي